أما بعد الحقيقة هذا الموضوع من الأهمية بمكان لأنه يزيح قدر كبير من أفكار أرادت في مرحلة من المراحل أن توجد صلام ما بين الدين وما بين العلم ما بين الدين وما بين الحياة بأفقها الواسع والحقيقة كما تفضلت سيادتك بأن هذا الموضوع ليس موجودا أصلا يعني من يذهب إلى الكتاب الكريم وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلحظ التصرفات النبوية في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الحياة في إطارها البسيط في ذلك الوقت ويلحظ هذا التطور فيما بعد في إطار الحياة وإطار الواقع والواقع تطور تطورا كبيرا بعد انتقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ويلحظ هذه المسيرة بصورة موجزة جدا يلحظ هذه المسيرة العلمية التي كانت لدى علماء المسلمين ولدى فقهاء المسلمين ويلحظ ارتباط هذه المنظومة العلمية بالوحي الشريف وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه الارتباط بينهما أو بين هذه المنظومات بكمالها يلحظ بأن هذا الصدام ليس موجودا بل هناك تمازج هناك اتصال وثيق في الحقيقة فيما بين الدين والعلم فيما بين الدين والسعي في الأرض فيما بين الدين والبحث العلمي في تفاصيل كل المناهج المختلفة والمقررات المختلفة للعلوم بيلحظ في الحقيقة بأن هناك حس وهناك تكليف إلهي بأن لابد من البحث والتفكر والتدبر والعقل ويلحظ بأن الوحي الشريف هو ممازج للعقل تماما يعني لا يوجد تعارض بينهما فإذن نحن نريد أن نقول بأن هذا الكلام في هذا الموضوع هو من الأهمية بما كان بالنسبة لهذه الأطر التي طرحتها مولانا يعني سيدتك تؤكد أنه لها خصامة بين العلم والدين نعم شوف سيدتك نحن ننطلق من الوحي الشريف فالوحي الشريف هو المركز القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هما الأساس هذا القرآن الكريم وجهني أنا كإنسان مسلم إلى أن هناك إله الله سبحانه وتعالى هناك رسل على مدى البشرية كلها في عمر البشرية ختمت هذه الرسالات بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء الرسل جاءوا بوحي من الله سبحانه وتعالى ليبلغوه إلى الناس ليعيش الناس في سعادة وفي هناء وفي استقرار وفي تحقيق مصالح ذاتية لهم في العاجل وفي الآجل في الدنيا وفي الآخر هذا الوحي الشريف الذي بين أيدينا الذي قال فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مالك في الموطة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي لما نقرأ هذا الوحي الشريف بقسميه المثل بلفظه ومعناه أو المنزل بلفظه ومعناه في القرآن الكريم أو المنزل بمعناه دون لفظه وكان اللفظ من سيدنا محمد المتمثل في السنة بتلحظ بأنه يركز كثيرا على قضية أن الله سبحانه وتعالى هو المهيمن على هذا الكون والذي خلق هذا الكون ويعلم لقائق هذا الكون وتفاصيل هذا الكون إحاطة تم علمه يحيط بكل شيء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فهو المهيمن على كل تفاصيل هذه المخلوقات وبناء على ذلك قضية الوحي قضية الألوهية هي المؤثرة في منهجية المسلمين على مدار الزمان وستؤثر في البحث العلمي وستؤثر في مناهجنا كلها بحيث إنها إذا جاز التعبير بتوجد حالة من الذاتية لدى المسلمين من الاستقلال لدى المسلمين في مناهجهم حتى الفكرية وإن كانت في الوقت نفسه ليست في خصام مع المناهج الأخرى بل هي مستوعبة للنظرة الكلية في هذه الدنيا مستوعبة لنظرات الآخرين لمناهج الآخرين بحيث إنها يعني تضع هذه المناهج هذه أطر التفكير عند الآخرين على ميزان البحث العلمي لدى الدين الإسلامي ومن ثم ننطلق أيضا نستفيد ونفيد فنحن لسنا في خصام مع التجارب لسنا في خصام مع الأفكار لسنا في خصام مع كل ما يطرح في هذا الكون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر